أنا كنت عارفة أنه إحنا هنيجي النهاردة مش هنقوم صباح النصر. ده شيء كان مفروغ منه يعني. بس مبارح أنت فيك شيء لله والله. هي شهورة فرده نفسها. مبارح أنا سألتك. قلت لك أنت تتوقع كام؟ إحنا قلنا يا رب ما نتغلبش. وحنتغلب ما يبقاش أكتر من واحد سفر يعني. بس لا للأسف أنت بتتكلم في الربعية. والشيء أكيد برضو لو إحنا دلتنا بنهزر. مش هنقوم نقرر نفس الكلام. بس هو حاجة بقت يا جماعة غريبة جدا يعني كوريا الجنوبية تاني حرجع أقول ما هيش من الفرق الفضيعة يعني. مش عارفة تم تونس تسا كاسبة اليابان واليابان مفروض بنفس مستوى كوريا ويمكن كمان اليابان أفضل. فعارف كده ما تيجي تقيم اللي بيحصل حواليك. موكول اللي انت قلت يا أسماقه دول ما عندهمش ربع المشكلة اللي عندنا احنا. العطل عندنا احنا. حاجة صعبة يا كريم جدا. هما كل واحد بيمارس طبيعته. وكل واحد بيمارس يعني ايه او بيطبق بشكل عملي ملموس حجم ثقل وحجم خبرات وإمكانيات اللي عيبة بتوعه. والاستقرار اللي موجود عندهم في الفريق أو في المنتخب وفي الجهاز الفني إلى آخره. العطل عندنا احنا. بس انا باتفق معك طبعا يعني ده 100%. بس تاني المشكلة مش وليدة إدارة معينة دلوقتي موجودة ولا اتحاد كرة حالي ولا غيره. موضوع سلسلة من المشاكل اللي بتتوارث من إدارة بعد إدارة. ويمكن مش كل المشاكل اللي فيها بتحل. فهي دي بتوصلك لهذه النتيجة في الآخر. يعني برضو عشان الواحد ما يفتكرش ان الحل في إقالة مجلس معين أو إدارة معينة. كده خلاص الدنيا حتى ما احنا على فكرة نتكلم من 2010 تاني من 2010 انت عندك كذا إدارة جات في يعني الوضع كما هو عليه يعني قصة مش في تغيير أسماء يا كريم. انت بتكريمي عن المنتخب دلوقتي صح؟ أنا بتكلم عن كرة القدم المصرية. لا تعالي تعالي نحصر الكلام بس ولولي ثواني في المنتخب. ما هو كلام عن المنتخب. حلو يبقى أقول لك بقى من أول 2018 لغاية ما احنا عاديين احنا تقريبا كل سنة فيه مدير فني مختلف لمنتخب مصر. وده ما بيحصلش مع المنتخبات الكبيرة لما بتبصي مثلا على حاجة زي المنتخب الألماني مثلا. ارجع لتاريخ المنتخب الألماني حتلاقي الأسماء فيه إلى حد كبير يعني محدودة مش كتير. احنا عندنا من 2018 ده اللي أنا فاكره مقربة فيه من قبل تلك كل سنة مدير. وحتى مشاركتك في كاس العالم 2018 لم تكن يعني بالمشاركة اللي الواحد عايز يفتكيرها أصلا أو المشاركة اللي هي لما تفتكيرها تقول الله ده احنا شاركنا وعملنا وسوينا. ما فيش حاجة تتحكي لأن كانت مشاركة وانت طلعت من الدور الأول. وما حدث بقى هناك من كواليس طبعا وزيارات لبعض يعني الديوف للمنتخب. وحاجات كانت غريبة وما شاهد ما شفناهش بصراحة مع أي منتخب تاني. بس احنا دايما بنبقى في أوقات كده صبقين. فحاجة كانت صعبة فتاني خلاص يعني مش حلو أن احنا قد نقعد كل يوم نتكلم في نفس النقاط السلبية اللي عندنا. بس لازم نبقى عارفين أنه أمر واقع حتى هذه اللحظة لم يتغير شيء. قلنا ما مصير يعني كابتن إيهاب جلال بعد العودة من كوريا الجنوبية. البعض قال لو حصل نتيجة جيدة ربما ده هيبقى في الكفة بتاعته يعني أو هيحسب ليه إلى حد ما. بس يعني الوضع زي ما حضراتكو شفته ربعية فحاجة لو كان ده حصر كنا بنبقى بنتحاسب مع كابتن إيهاب جلال بالحتة بالماتش. وده برضو غلط. بس برضو ده سكور وحش قوي يا كريم. يعني سكور وحش قوي. بس كابتن إيهاب جلال طبعا إحنا قلنا ونهوان ده قالت قبل كده كذا مرة وانا قلت كذا مرة لما بنيجي نتكلم على المعضلة اللي حصلة دي في المنتخب. ولما بيتم ذكر اسم كابتن إيهاب جلال مقترن دايما بكل التأدير والاحترام شخص جميل وشخص محترم ومهزب وده بإجمع كل الناس اللي تعاملت معا ما فيش ضرر شك في هذا الأمر. وبرضو من زاوية تانية إن جتي للحق ما الراجل كان قاعد مستقر بيدرب فريق بيرامدز ويعني مرتبه معقول لما جيت طلب منه إن هو يدرب المنتخب ويسيب بيرامدز وعلى حد علمي الله أعلم برضو ما ده صحة الكلام ده بمرتب أقل الراجل رحب يعني ده غبارة على شخصه إحنا بنتكلم على العطل اللي حاصل فيه في الحتة دي فنتج عنها عشوائية كلنا بندفع تمانها دلوقتي من أعصابنا ومن مرارتنا إلى آخر. هنخش مش هنسيب برضو الملف لأنه أكيد فيه كلام كتير وكلام مختلف فقا مش نفس النقاط برضو هنتكلم عليها لأنه خلاص قتلت بحثا يعني فيه كل المنابر الإعلامية الرياضية صراح.